ترجمة نانسي قنقر هذا اليوم معالي الدكتور نومان كورتولموش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة حيث نقل إلى جلالة تحيات وتقدير فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرخاء والتقدم حيث رحب جلالة الملك المعظم بمعالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية وأبلغه بنقل تحياته وأطيب تمنياته لفخامة الرئيس التركي ولشعب تركيا بمزيد من النماء والازدهار أشهد جلالته بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات البحرينية التركية المتميزة وبأهمية مثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية عن الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على ملقه من حسن الاستقبال وكرم الظيافة ومتمنا دور جلالته فيما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نمو مستمر على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما اشتركوا في القناة